السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة الاربعة وشرين يا جماعة كان فيه مشهد معين اتحذف المشهد ده هو مشهد دفن ليلة انتوا عارفين ليلة صديقة عادل اللي كانت قعدة معها في الشقة وكانت بتتعاطى جرعة المخدرات نتيجة لخدت جرعة زيدة تسبب فيه وفاة ليلة اللي كانت قعدة مع عادل لكن المشهد ده جماعة بتاع دفنها اللي كان بيه ردوان البرنس وكان بدفنها المشهد ده تحذف ومرضاش مخرج العمل انه هو ينزله عرغم انه هو تصور بس اتحذف من العمل ليه بقى اولا ان المشهد ده لقوا القائمين على العمل وخاصة قناة ام بي سي حذفته وتم وضع الفقرة دي او المشهد ده على تشيك توك تبع قناة ام بي سي مصر ليه بقى؟ لان المشهد ده كان فيه حاجات بتتعارض مع شهر رمضان الكريم زي ما رسم الدفن اللي اتوصفت بغير شرعية كما ان مشهد الدفن ذات نفسه مش حلو بالنسبة لشهر رمضان فبالتالي تم حسفه من الحلقة ذات نفسها وان كان بيتسجل اغنية جديدة بصوت الفنان احمد سعد قبل عرض الحلقة بساعات وتم ادراجها في المشهد اللي كان بيعتبر مشهد صعب جدا اه وتم حسفه من الحلقة تعرفين ان مسلسل البرنس اه من تأليف واخراج محمد سامي بطولة محمد رمضان ونور واحمد زاهر وروجينا ومن انتاج شركة سينيرجي لو انتو اول مرة تشاهدوا القناة